موسيقى بنا وإليكم برنامج يومي بيدان للحواري بيدان للحواري بيدان للحواري بيدان للحواري ليلة في الطويلة خير من ألف ليلة تفضل فضيلة يا صاحب الموتر تأن يا القرن ليتك تقع لي وطن أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج الحواري طبعا نحن الآن سويا مع فريق العمل في منطقة القرن في مدينة سيئون الطويلة وبالأخص أمام هذا المجسم الذي يحوي في تشكيلته يعني معلم من المعالم الأثرية والتاريخية هنا في اليمن وفي حضرموت بشكل خاص أيضا اللي هو حصن الفلس نكونوا إياكم في هذه الحلقة من برنامج الحواري كثير فقرات متنوعة كثير معلومات أيضا فيها كثير من الفائدة نكونوا إياكم بين المتعة وأيضا الكوميديا والجوائز القيمة وننوه أيضا أن هذه الحلقة والبرنامج بشكل عام أيضا برعاية مجموعة من هلابي للتجارة والصناعة فأهلا وسهلا بكم في الحواري السلام عليكم عليكم السلام تعرف على الاسم الكريم يا والد؟ قويذة صالح بن عبد العزيز أيهاك الله شهركم بارك كل عام تطيب كل عام أنت بخير من محافظة شبوة ما شاء الله من شبوة شرق شبوة ما شاء الله تبارك الله والنعم جميعا بها الشبوة وكثير من المشاهدين طبعا من محافظة شبوة العزيز نتمنى من هذه المقابلة أن نكون فيها فوائل أكيد ما تكون فائدة وجائزة نعم ما نقول هلا هو هروج ما ينفعش كله عند إجابتك يا والد إن شاء الله في معنى لك سؤال في برنامج الحواري السؤال يقول ما هو جمع كلمة عن دليب؟ عن إيه؟ عن دليب ما هو جمع كلمة عن دليب؟ ما نفكر فكر ولا تحتار بشي بتبدل السؤال هلا؟ السؤال الثابت سؤال مباشر يا والد أعطنا السؤال إذا أجبت عن هذا السؤال مبلغ وقدره 30 ألف ريال يمني مقدمة من مجموعة بنهلابي للتجارة وصناعة في لحظة عين بتحصلها إن شاء الله أنا ما أمم بالفليوس أول شي مشاركة وفرحة وجائزة أيضا إن شاء الله إن شاء الله يلا إيش الجواب؟ الشي بتقدم سؤال ثاني؟ السؤال الثابت بيكون خلى قدام الكاميرا عشان الناس كلهم يشوفونك أهل شبو يشوفونك يش تقول؟ ما هو جمع كلمة عن دليب؟ هالك ديبتها قبل شوية عندها قلنا نتغيرها ما بتتغير ثابتة نشوفه متشارك آخر شكرا لك السلام عليكم السلام تعرف على اسمك؟ محمد السليم سلمان شارك مبارك كل عام تطيب إن شاء الله عياكم الله في معنى لك سؤال إذا جبت عن هذا السؤال تحصل على مبلغ وقدره 30 ألف ريال يمني مقدمة من مجموعة بنهلابي عياكم الله مستعد إن شاء الله السؤال يقول ما هو جمع كلمة العندليب؟ جمع كلمة العندليب؟ العنار برد ما هو؟ العنار برد حاول مرة ثانية كلمة العندليب؟ العنار برد لا حاول هذا تكلم حاولة الأخيرة جمع كلمة العندليب؟ جره بحاول غامر العندليب؟ العندليب؟ إجابة خاضية شكرا لك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله خبارك طيب لسه للآن ندرب يعني من 2006 إلى الآن ما شاء الله تبارك الله يعني ما يقارب 12 سنة أو أكثر؟ درب نادي سيون بدرب شعب حضر موت وحارس مرمى سابقا لنادي سيون ما شاء الله تبارك الله محمه الله حييي التوفيق إن شاء الله إن شاء الله معنا لك سؤال بسيط في برنامج الحواري اللي هو فقرة السؤال المباشر إذا جبت عن هذا السؤال طبعا هو مش سؤال رياضي إن شاء الله لك في الجانب الرياضي لكنه مش في الجانب الرياضي لكن معنا لك سؤال بسيط اللي هو ما هو جمع كلمة العندليب إذا جبت عن هذا السؤال تحصل على مبلغ وقدره 30 ألف ريال يمني مقدمة من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة حلافي بن هلابي حلافي بن هلابي العندليب جمع كلمة العندليب العندليب مفرد طبعا جمع الكلمة هذه طبعا العندليب يعني يمع المفرد عندله المفرد عندله لا المفرد عندليب الجمع الجمع عندله اليمع عندله 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 لا أنت قلت عندله عندل عندل نحن أبغينا الجمع عندل عندل برضو واحد يعني نحن أبغينا الجمع عندله لا نعطيك فرصة مرة ثانية جمع كلمة العندليب عندلات لا قربت الآن عندل عندل حاول عندل عندلات قربت يعني نص نص 60 بالجمهور نعطيك فرصة لإستعانة بالجمهور يلا 60 بالجمهور طار من تستعين بو عام الجمهور حد عارف ما هو جمع كلمة العندليب جمع كلمة العندليب عنادل اش تقول عنادل عنادل جمع كلمة العندليب عنادل عنادل ايو مؤيده مؤيده نعم مؤيده قد تكون إجابته خطأ ايضا العندليب عنادل جمع انت قلت عندلات عنادل لكن عنادل هذا صح أكيد من اللي قالك بهذا المعلومة اسمعت هذا المقابل يعني قد طلعت عليك تقريبا يعني جمع كلمة العندليب عنادل الله أعلم لك بحسب ما جاءت معي عنادل أنا متكد عنادل متكد مع بعض ندخل بالشاشة مع بعض وعرفنا على اسمك أول شي عبدالله نور العامري أهلا وسهلا بك عبدالله في برنامج الحواري الله يسلمك انت الآن قلت انه جمع كلمة العندليب هي عنادل نعم متكد إن شاء الله إن شاء الله خلاص قد قلنا إنه الإجابة صحيحة ومبلغ الآن ما شاء الله تبارك الله ثلاثين ألف ريال يمني مقدمة من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة فبما أنكم شاركتم ثنينتكم وكنتم مشاركين معنا في برنامج الحواري تتقاسمون هذا المبلغ تفضل يا والد قسم له نصف المبلغ ونصف المبلغ لك جمهور متفاعلين ما شاء الله كرام ما قصر شي جزاكم الله اللي بخير كم قسمت له؟ خمسة عشر خمسة عشر خمسة عشر لك؟ نعم يعني يرزق السقطة من السماء؟ نعم يلا بالتوفيق إن شاء الله شكرا لك حياكم الله السلام عليكم السلامة الله وبركاته تعرف عليك يا والد عبير يسلام بيش متوط حيا الله أم عباد أهلا وسهلا فيك في برنامج الحواري آمين إن شاء الله شارك مبارك كل عام تطيب إن شاء الله بخير وعاك إن شاء الله ماذا تقول للأهل وإلى قارب؟ نقول لهم كل الإنشاء الله إن شاء الله شهر مبارك علينا وعلى الجميع إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في معنى لك مشاركة حلوة ومسابقتية في برنامج الحواري وهي عبارة عن تحدي الجمهور إن شاء الله إذا أخر مرة تحديت فيك ذا مجموعة من الشباب أيام الشباب يعني يعني نحو يوم في يوم الدراسة و يوم الدراسة تذكر موقف؟ لا ما أتذكر كثير مواقف كنت متحدي فيها؟ إن شاء الله بفاكد قل لي لا بس طيب الآن معنا فقر التحدي الجمهور وبغناك تتحدى الجمهور إنت قد التحدي إن شاء الله لا ما نقد حد الآن ليه ليه ليه؟ عادك شباب عادك الثاني عادك الثاني والثالثة إن شاء الله والرابعة لا 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 يا عم الكلام ضحكك ذا مإن شاء الله أقول لك أي بواتنا عجبك الكلام هذا لا ما أحبنا ولا فزعان المدام تشوف الشاء أو طيب الآن معنا فقر التحدي الجمهور بإذن الله بتختار ثلاثة أشخاص من الجمهور بتتحداهم بنقدم لك سؤال نحن مجموعة الظروف بقدم لك سؤال أنت تعطيهم هذا السؤال وتتحداهم فبغيتك الآن أول شيء تقول لهم أتحداكم كلكم أتحداكم كلكم جميل الآن العم عبيد صح؟ عم عبيد الآن يتحدى الجمهور وهناك تختار ثلاثة أشخاص على ضوها بنبدأ المسابقة إن شاء الله تختار من الجمهور أو من أصحابك اللي جالسين في المقهاية؟ إن شاء الله من أين؟ من الجمهور أنا بان جوه نختار من الجمهور اللي بغيته؟ هذا هو واحد اللي بعراك تعرف على اسمك تعال 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 أنا اسم محمد سعبان محفوظ هديب محمد والثاني وين يا عوال؟ هذا هو والثاني هذا تعال بجنبه تعال بجنبه اسمك من؟ محمد عوضي واحد محمد ومحمد محمدان؟ عماد تعال يا عماد تعال اسمك من يا عماد؟ عماد من؟ عماد محمد حسان أنا تعال قرب عندي عماد من؟ عماد محمد حسان ما شاء الله تبارك الله انت ما شاء الله كتلة من السعادة ما شاء الله تبارك الله الله يصعدكم محمد وعماد ومحمد قربوا شوي خلو الكاميرا تشلكم قربوا شوي لا عندي كذا الآن انتم مستعدين عمكم عبيدي تحداكم انتم قد التحدي وانت؟ قده قده اكيد آخر كلام طيب جميل الآن هم قد التحدي بإذن الله الشباب بيعطونا مجموعة من الظروف في فقرة تحدي الجمهور تمام بتختار واحد من الظروف هذين داخلها سؤال السؤال أنت بتقدم لهم إياه إذا أجابوا عن هذا السؤال اللي يجيب عن هذا السؤال له مبلغ وقدره خمسة ألف ريال يمني واللي ما يجيب عن هذا السؤال بنقدم له هدية مقدمة من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة تمام وإذا كلهم أجابوا إجابة خاطئة وإنت أجبت عن الإجابة الصحيحة بنعطيك مبلغ وقدره ثلاثين ألف ريال يمني إن شاء الله مستعد؟ إن شاء الله طيب اختار ظرفي يا عم عبيد نشوف عم عبيد إش من السؤال معاه اليوم من هو يكشف من هو مكتشف أمريكا أمريكا عدلهم السؤال من هو مكتشف أمريكا تكلم يا محمد تكلم تكلم إش تقول يا عمد كولومبوس كولومبوس الآن الثنين ذي المحمد وعماد مش عارفين بالإجابات لحد الآن يفكرون ومحمد الثاني يقول كولومبوس كيف تشوف جابته من هو مكتشف أمريكا يلا عم عبيد انت إش تقول إيطالي 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 من هو مكتشف أمريكا عم عبيد عم عبيد بغالك الثاني عشان تصحصها معنا محمد من أمريكي أكيد بيكون أمريكي بيكون حضرمي من سيون أم عبيد نثبت على محمد حتى لو كانت إجابة خاطية أثبت عليه طيب فرضا إذا كانت الإجابة خاطية قد يتطلب الأمر أنك أنت تعطي نحن 30 ألف ريال يمني لإدارة البرنامج الله قوة قلبنا عليك قلبنا عليك يا عم عبيد قلبت عليك يقولون دائما ما ينقلب الله الحمار حياك الله يا عم عبيد إيش تقول الآن تخيل لو أن الإجابة خاطية وإنت تعطي نحن 30 ألف منين بيجيبها لك أنا من الجمهور الجمهور بيساعدك ما بيساعد من الجمهور الجمهور بتساعدون عمكم عبيد بتساعدونه في الإجابة في الإجابة بتساعدونه في الإجابة خيارات خيارات للأسف ما في أي خيارات هذه اسمها تحدي الجمهور ما نقدر السؤال الآن ما أقدر الآن بنعطيكم السؤال وبنعطيكم الإجابة إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة السؤال من هو مكتشف أمريكا ومحمد قال إيش إيش كولومبس الإجابة صحيحة ونسمع له تحية جمهور طبعا الإجابة صحيحة وفيه الآن مبلغ وقدره 30 ألف ريال يمني مقدم من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة عم عبيد مثل ما قلنا لك 5 ألف للشخص اللي أعطاك الإجابة الصحيحة والشباب هذين بنعطيهم هدايا مقدما من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة وهي عبارة عن منتجات من مجموعة بن هلابي والمبلغ الباقي بيكون 25 ألف ريال يمني ومقدم لك من مجموعة بن هلابي أزاك الله خير حياك يا عم عبيد الآن تفضل هذا الظرف نسمع له تحية جمهور أرفع الظرف أرفع الظرف يا عم عبيد ما شاء الله تبارك الله الآن أعطي محمد خمس ألف طيب أحيان ثلاثة أرضاه خمس كم أعطيت خمس ألف عم عبيد أنت كريم هو يستاه استاه بالهن العاق حق بتزيده بالهنين له حق بتزيده ثانياً له قولوا هذا حسب حسب أتفاق طيب الصف Ruim تحية جمهور وهذه الهدايا مقدمة لمحمد ومقدمة لإعماد أيضا وشكراً لكم في أمان الله اشتركوا في القناة اقبل تعال فالشوق طال والقلب قلب السماء نحو السماء مترنما لا لا تنقضي انت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان شكرا يا منير اسمع لتحية نسمع تحية لمنيرا ما شاء الله تبارك الله وهذه هدية مقدمة من مجموعة بنهلابي للتجارة والصناعة عبارة عن كرتون ندوم من اسمع لتحية جمهور السلام عليكم وعليكم السلام تعرف على الاسم الكريم يا والد هادي معان سالم علاو يلا عم هادي مرحبا وسهلا في برنامج الحواري ياك الله الله حيك من فين انت ما شاء الله أنا من السيون الطويلة من وين من سيون الطويلة هنا عند ساحة القصر ما شاء الله تبارك الله أهلا وسهلا فيك في برنامج الحواري وأهلا وسهلا فيك أيضا في فقرة الظرف والصندوق ومعنى لك سؤال بسيط إذا أجبت عن هذا السؤال تتأهل أنك تحصل على الظرف أو الصندوق تمام مستعد مستعد إن شاء الله السؤال يقول من هو قائل البيت الشعري الخيل والليل والبيداء تعرفوني عنتر بن شداد عنتر بن شداد المتنبي عنتر بن شداد قبيرت وترجع المتنبي 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 ولا عنتر بن شداد المتنبي متأكد شباب أغير شوك الجمهور ساعتك إن شاء الله إجابة خلاص نأكد فيها الإجابة طبعا يا جماعة صحيحة ونسمعه له تحية الآن الشباب بيكونون معنا عشان نقدم لك يا عم هادي الظرف والصندوق وانت بعدين تختار مستعد صوت عالي مستعد إذن عزائي المشاهدين طبعا الآن معنا العم هادي ومعنا الظرف ومعنا الصندوق فمشعرفين قرار العم هادي بيكون مع الظرف أو مع الصندوق كيف تشوف يا عم هادي مع الصندوق بتكت بتكت قد الصندوق يكون يعني ما فيش مفاجآت فيه على الله على المولى على المولى على الحاسد طيب شوف الجمهور إيش يقول لك اسمع من الجمهور آه 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 الصندوق 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 آخر كلام آخر كلام قد يكون الظرف فيه حاجة حلوة يعني الصندوق صندوق خلاص العم هادي الآن العم هادي الآن قال الصندوق لكن مجموعة من هلابي حابة أنها تكرم أيضا العم هادي بي ضرف آخر وهذا الظرف أيضا سقاف بيكون معنا هذا الظرف جميل الآن يا عم هادي ضرفين أو الصندوق صندوق صندوق قلنا هلا آه صندوق خانا صندوق نحن خالنا قلنا تحك شعرك دقعم صندوق متأكد متأكدين الآن ها الظرفين الظرفين يا جمهور ضرفين الظرفين إيش تقولون الظرفين الظرفين أفضل أفضل وأنت إيش تقولون الصندوق صندوق آخر كلام الظرف الثالث عشان عمكم هادي ونسمع له تحية صندوق 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 هنا صندوق ثلاثة ظروف صندوق متأكد طيب الصندوق قد يكون داخله حمامة وقد يكون داخله حبة تفاحة وقد يكون داخله حبة حبة تونة ريان أو حبة تونة بونة أو حبة أندومي يلا على الوقت الصندوق أو كيس دقيق حضر موت أو ثلاثة ظروف تروح تعيش بها ما شاء الله صندوق ثوزن ربوع كيلو شوفها ما شاء الله صندوق آخر كلام صندوق جمهور انتم معامكم هدي على الصندوق على الصندوق الصندوق أكيد أكيد ما شاء الله الجمهور كله كله يقول الصندوق وانت ايضا مصر على الله على الله طيب قبل ما نروح مع الصندوق خلو احنا نشوف اش اللي داخل الظروف هذي وبعدين مع بعض نروح لوين صندوق انثبت يا عم هادي ثبت آخر كلام قل الجمهور ثبت ثبت خلاص انثبت الآن ونشوف نحنا والعم هادي كم داخل هذا الظرف أولا نشوف مع بعض كم داخل هذا الظرف عدها يا عم هادي عدها واحد منين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية تسع عشرة عشرة ألف عشرة ألف في أول ظرف هذا عشرة ألف هذا الآن معدو لك تفضل يا سقاف الظرف الثاني خمسة خمسة ألف نعم غلاق كم دي حين خمسة عشر ألف خمسة عشر ألف الظرف الثالث يا عم هادي خمسة خمسة عشرين يعني عشرين ألف فرت من إيدك صح ولا لا صح فرت من إيدك ودائما المثال يقول إيش طبع طبع يقولون عصفور في اليد خمسة عشرة عصفور في اليد خير من عشرة في الشجرة خير من عشرة في الشجرة الآن العشرين ألف فرت عليه نشوف مع بعض إيش اللي في الصندوق تعالي يا عم هادي هنا عندي تعالي في الأمام غير ما هي غير ما هي حنش غير ما هي حنش إن شاء الله ما هي حنش بذن الله الجمهور بيعد معنا الجمهور بيعد معنا من رقم ثلاثة لمن رقم واحد بالعدة التنازلي ونحن والعم هادي بنفتحه بنشوف إيش المفاجآت اللي داخل الصندوق تمام مع بعض ثلاثة اثنان واحد افتح الصندوق يا عم هادي الله جميل جميل نشوف نشوف أولا أولا نشوف الظرف نشوف الظرف أولا طبعا عم هادي حصل على ظرف نشوف كم اللي داخل الظرف تفضلي عم هادي عيد المبلغ اللي داخل الظرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس سبعة ثمانية تسعة عشرة حد عشرة تتعش أربعة عشرة خمس ستعش 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 سبدا ساعتاش العشرين عشرين ألف من اللي فايز عم هادي ولا نحن؟ عم هادي نسمع له تحية جمهور طيب طيب نشوف إيش اللي معاك فيه معاك حياة طلع لنا هذا إيش هذا طلعوا طلعوا أحمل الكرتون كله كرتون اندومي جميل أربعين حبة كرتون اندومي أيضا فوق العشرين ألف مبسوط مننا الحمد لله قد الدنيا إزاكم الله خير طيب عاد فيه معنا كيس أيضا إيش داخل الكيس؟ تونة طيب هذه أيضا مجموعة منتجات مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة عبارة عن تونة وسواك إف وكثير من المنتجات نسمع تحية قوية قوية للعم هادي ومبارك لك مبارك لك وأيضا مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة عم هادي حبت أنها تقدم لك أيضا شيء آخر لأنك زراعت البسمة في الجميع وفي المشاهدين أيضا وهو عبارة عن كيس دقيق حضر موتس نسمع له تحية جمهور أيضا خاش الله تبارك الله شكرا لك على هذه الفقرة وعلى هذه المشاركة وبإذن الله عزائي المشاهدين نكون سعداء جدا بهذه اللحظات الجميلة في برنامج الحواري اللي نتنقل فيه من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى أخرى ومن حارة إلى حارة أخرى أيضا نكون سعداء جدا بهذه اللحظات الجميلة وبهذا الجمهور نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى من حلقات برنامج الحواري دنتم في حفظ الله ورعايته في أمان الله دنتم في حفظ الله ورعايته في حفظ الله ورعايته في حفظ الله وبرنامج الحواري حفظ الله ورعايته في حفظ الله وبرنامج الحواري اللحظات الجميلة اللعبات اشتركوا في القناة